بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنيات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة قطر أعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته له بمفور الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا جلالته أيده الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنيئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني للدولة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنيه وأطيب تمنياته لسمو أمير دولة قطر بدوام صحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق اضطراد الرفعة والتقدم والرقي في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا سموه في برقيته بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأسعادة كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنيئة مماثلة إلى أخيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رعاه برقية تهنيئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة قطر ضمنها سموه صادق تهنيه وتمنياته لسمو أمير دولة قطر بوافر الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق كل التقدم والازدهار مشيدا سموه في برقيته بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة